السلام عليكم طلاب الصف التاسع المادة الكيميا اليوم بدنا نعطي الحصة المقرر إعطائها لهذا الأسبوع طبعا نحن هيك بنكون أنهينا الحديث في موضوع الخلايا الكهروكيميائية وتفاعلات التأكسد والاختزال أنهينا الحديث عن الخلايا القلبانية خلايا التحليل الكهربائي اليوم ننحل بس كم من سؤال كتطبيق عملي ومباشر على موضوع تفاعلات التأكسد والاختزال وعلى موضوع الخلايا التحليل وخلايا القلبانية بنحل بأسئلة الوحدة صفحة 31 نيجي للسؤال الخمسة بحكي لي أي التفاعلات الآتية تمثل تفاعل تأكسد واختزال وفسر إجابتك طبعا نحن عارفين لما يكون في عندي أي معادلة كيميائية أو أي تفاعل كيميائي يجب أني أنا أحولها لمعادلة أيونية علشان أشوف الفرق بالذرات أشوف الفرق في شحنتها قبل التفاعل وبعد التفاعل لما أجي أطلع على المعادلة الأولى بلاحظ بأنه هي أساسا معادلة أيونية وجاهزة الزدقان عندي هون شحنته صفر متعادل الرصاص شحنته موجب تنين بعد التفاعل الزدقان صار موجب تنين والبيبي الرصاص شحنته صفر هلا بصير أقارن الزدقان دخل على التفاعل شحنته صفر متعادل كهربائيا لكن لما نخرج خرج شحنته موجب تنين ونحن بنعرف بأنه الذرة لما يصير شحنتها موجب معناته هي فقدة إلكترونات إذا لما أجي أحكي مين اللي حصله تأكسد بيطلع معاي الزدقان فبحكي زدقان تأكسد طب نيجي للرصاص الرصاص دخل على التفاعل شحنته موجب تنين لكن لما نخرج خرج شحنته صفر شو يعني هذا الحكي لما يدخل الرصاص على التفاعل شحنته موجب تنين يعني هو داخل على التفاعل من الأساس فاقد إلكترونين لكن خلال التفاعل الإلكترونين اللي كان فقدهم رجع اكتسبهم ورجع لوضعية التعادل يعني بالنهاية الرصاص شو ماله اكتسب إلكترونات يعني بحكي على تفاعل الرصاص اختزال عفوا بحكي على ذرة الرصاص بأنه حصل لها اختزال نيجي للتفاعل الثاني بحكي لي NA صفر سولد زائد غاز الكلور بيعطيني NACL هلأ ال NA هون شحنتها صفر ال CL2 هون في عندي رابطة تساهمية بين ذرات الكلور هون لم يحدث عندي فقد أو كسب للإلكترونات فما في عندي موجب وسالب هون برضو شحنتها صفر هلأ ال NACL هون في عندي مركب هذا المركب ناتج إنه في عندي ذرة فقدت الإلكترونات ألا وهي ال NA فصارت شحنتها NA موجب واحد وكمان في عندي ذرة أخرى اكتسبت هاي الإلكترونات اللي هي السيئل فصارت شحنتها سالب واحد هلأ باجي بقارن ال NA دخل على التفاعل شحنته صفر لكن لما نخرج من التفاعل شو شحنته موجب واحد إذن فقد إلكترونات إذن ال NA شو ماله تأكسد طب نيجي للكلور الكلور دخل صفر لكن لما نطلع طلع عندي شحنته شمالها سالبة شو يعني شحن سالبة يعني دخل عليه إلكترونات يعني الشحن السالبة في الذرة عندي زادت يعني اكتسب إلكترونات إذن الكلور شو ماله اختزال أوكي نيجي لللي بعدي المعادلة الثالثة بتقول لي NA موجب زائد سيئل سالب بيعطيني NA سيئل كذلك الأمر هون في عندي مركب وهذا المركب ناتج إنه في عندك ذرة فقدت إلكترونات وكونت آيون موجب وفي عندك ذرة أخرى اكتسبت هذا الايون اكتسبت عفواً هذا الإلكترون وكونت عندي آيون سالب أوكي الـ NA هو اللي فقد الإلكترون تم مين اللي كسب هذا الإلكترون السيئل فذلك بينتج إنه الـ NA بتصير شحنتها موجب والسيئل سالب هلا بابلش أقارن بين المتفاعلات وبين النواتج الـ NA موجب وطلع شو موجب السيئل سالب وطلع برضو سالب يعني صار في عندي فقد للإلكترونات لا صار في عندي اختزال برضو لا في حدا فقد فيه أبداً الآيونات دخلت موجب طلعت موجب والآيونات الدخلت سالبة برضو خرجت سالبة إذن هل هذا التفاعل يمثل عندي تفاعل تأكسد واختزال؟ لا يمثل تأكسد واختزال طبعاً إحنا حلينا ورقة عمل كاملة فيها سبع أسئلة يمكن بتتعلق عند إيه فيها مجموعة من المعادلات الكيميائية اللي بتمثل عندي تفاعلات تأكسد والاختزال نشوف السؤال السادس بحكي لي يمثل الشكل خلية كهرو كيميائية خلية كهرو كيميائية إحنا في عنا نوعين إما بتكون قلفانية وخلايا تحليل كهربائية بس هون حكي لي خلية كهرو كيميائية ومش حكي لي مش بحدد لشو النوع أدرس الشكل واجب عن الأسلم ألف ما نوع الخلية الكهرو كيميائية نيجل الخلية أول إش خلية لفت نظرك أنا في عندي وعائين بالتفاعل في الخلايا التحليل الكهربائي أنا عندي وعاء التفاعل واحد لكن بخلايا التحليل الكهربائي دائماً بيكون عندي كم من وعاء وعائين عندي وعائن. عدا عن ذلك. انا يوجد عندي هون جهاز بولت ميتر او جهاز اميتر او مصباح. هذا للدلالة على سريان تيار كهربائي. لكن ليس هو المحرك لهذا التفاعل. اذا نوع الخلية الكهروكيميائية هون خلية شو مالها? خلية قلبة ني. اوكي? نيجي نشوف الخلية. انا في عندي هون قطب قطب الفلز ايه الفلز ام هاي رموز لفلزات موجودة معاي. مش معطيني شو هم الفلزات بس معطيني رموز هم؟ معطيني الايونات الناتجة عن هاي الفلزات. اوكي؟ معطيني سريان التيار الكهربائي. لاحظ بانه التيار الكهربائي يسري عبر الاسلاك من الفلز ايه الى الفلز ام عبر الاسلاك. من وين لا وين؟ من هاي الجهة. اذا اذا مين اي القطبين يمثل عندي المصعد واي القطبين يمثل عندي المهبط؟ طبعا احنا درسنا الف سؤال مثل هيك. بما انه الالكترونات طالعة من هذا القطب اذا هذا القطب يمثل عندي المصعد. وهذا القطب يمثل عندي المهبط. بما انه الالكترونات طلعت من هذا المكان اذا هنا تحدث عملية التأكسد. وبما انه الالكترونات نزلت على هذا القطب اذا هنا تحدث عملية الاختزال. تأكسد مصعد في الخلايا القلفانية شحنة القطب بتكون عندي سالب. هون الشحنة بتكون عندي موجب. وتحدثنا في ذلك مسبقا. اوكي. السالبة بحكي لي اي القطبين تحدث علي عملية التأكسد. بما انه الالكترونات بتنتقل من الفلز ايه الى الفلز ام عبر الاسلاك. اذا القطب الذي تحدث عليها عملية التأكسد هو المصعد. اذا مين بحكي المصعد. لكن جوابك غير كافي. بعد ما تكتب كلمة المصعد يجب عليك ان تحدد مين المصعد. ايه ولا انا. طبع راسي ما انا عارفة بانه المصعد هو اللي بتحدث عليها عملية التأكسد. بس لازم انت تحدد لي المصعد وتكتب لي بين قوسين اللي هو ايش ايه. القطب ايه. اوكي. جيم. بحكي دي اي الفلزين يمثلوا المصعد وايهما يمثلوا المهبط. داك تحكي. انا في عندي فلزين اللي هو ايه. والفلزة التانية اللي هو مين؟ ام. مين اللي بيمثل المصعد؟ مين الالكترات بين وين انطلقت؟ من ايه. اذا ايه يمثل المصعد. وام شو بيمثل؟ يمثل المهبط. اوكي. دال. اكتب معادلة التفاعل التي تحدث عنده كل قطب. نحن حفظين المصعد يعني تأكسد. يعني انا في عندي نص. نصف تفاعل التأكسد. وفي عندي نصف تفاعل الاختزال. اوكي. هلا نصف تفاعل التأكسد. وين بدي يحدث؟ بدي يحدث على المصعد. بدي يحدث على الفلزة. ايه. لاحظ ايه. لشو بدي يتحول عندي؟ بدي يتحول عندي لأي موجب تنين. طب كيف بدي يتحول الى آيون لأي موجب تنين عن طريق انه يفقد الالكترونات؟ يعني ايه. شو حنتو شو مالها؟ صفر. بدو يتحول لأيون. الاي موجب تنين. بدو يتأكسد عن طريق انه يفقد عندي الكترونين. بما انه في عندي فلز بدو يتأكسد. لابد من فلز آخر. يختزل. لابد من فلز آخر يكتسب الالكترونات التي تم فقدها. مين اللي بدو يحدث لعملية اختزال ام؟ طيب ام شو شو حنتو؟ ام موجب تنين. وكما اخذنا مسبقا انه هذا الوعاء بيكون معبه من ايونات الام عفوا موجب تنين. هلا هاي الايونات لما تعرف انه انا في عندي الكترونات نازلة عبر السلك. كلها بتهجم عبره. كلها بتهجم نحو هذا القطب. وبتشكل عندي ذرات صلبة. كيف تتحول عندي الام؟ موجب اتنين. لما تكسب عندي الالكترونات يلي نازلة عبر الالكترونات يلي نازلة من السلك. اللي هي سالب اتو الالكترون سالب. بتتحول عندي لشو؟ لذرات الام الصلبة. اوكي؟ هذا نصف تفاعل الاختزال. اي الفلزين ام ولا ايه هو الاكثر نشاطة ونفق سلسة النشاط الكيميائي؟ اكيد هو رح يكون عندي الفلز ايه؟ نحنا دا اخدنا وبرجع بذكر دائما الفلز الاكثر نشاطا هو الفلز الذي يميل الى فقد الالكترونات بصورة بصورة اكبر بصورة اقوى هو الفلز الذي يحدث عنده عملية التأكسد والفلز الاقل نشاطا هو الفلز الذي تحدث عليه عملية الاختزال. اوكي شباب وصبايا دا حل كمان سؤال صفحة تينين وتلاتين سؤال تسعة صفحة تنين وتلاتين سؤال تسعة